توجنين تحقق الأمل وتفرد التغيير عنوان حفل نظمته حملة حزب توافل لتكريم طواقمها في المقاطعة توجنين احتباء بالتصدر مرشح الحزب نتائج المقاطعة بعد المرشح ولد الغزوان إدارة حملة تواصل قالت إن الحزب استطاع أن يحقق نتيجة كبيرة رغم تدخل الدولة في المسار الانتخابي وانحيازها لطرف معين إضافة إلى الضغوط المختلفة للتأثير على سيد العملية الانتخابية لكن بفضل الله ثم بجهودكم وصل الرقم من قرابة 130 ألف الحمد لله وبين أسلوب السلطة غير الحيادي وتدخلها ونعريتها على طرف وذلك يعدل من التجاوزات في الانتخابات وذلك يعدل من الترغيب والترهيب وذلك يعدل يواجع من توظيف الوسائل العمومية والخصوصية في زر وذلك يخرج في زر وخر ملي من الاستقطاب للعسف وذلك يخرج من الدعوات غير العامة ورغم ذلك كامل استطاع تواصل يوخذ من بين هذا وأكد المشاركون في الحبل أن مقاطعة تجنين تواصلية وقد عبرت عن ذلك من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب بالمقاطعة صوتوا لهم فتمكن تواصليون من الفوز في مراكز عديدة في مركز مدرسة الناي هذا المركز الذي يضم 13 مركزاً تووق فيه تواصل في جميع مكاتبه أصويلة أصويلة القلعة العظيمة الأصيلة في توجنين صوت الرجال فيها والنساء لصالح تواصل وعبروا عن ذلك في فوز ساحق على مختلف المرشحين هنا في توجنين وهذه أصالة توجنين حضر الحفل عدد من قيادات حزب تواصل والمناصره بمقاطعة توجنين وكان حزب الإصلاح والتنمية قد حصل على المركز الثالث في نتائج الانتخابات في 29 يونيو الماضي حيث حصل مرشحه حماد سيد المختار على نسبة 13.27% من الأصوات بعد المرشح برامة دهعبيد الذي حصل في المرتبة الثانية على نسبة 22% ولمرشح الفائز بالانتخابات محمد ولد الغزواني الذي حصل على نسبة 56%